المترجم للقناة المترجم للقناة ونقل الأحماض الأمينية ودعم عمل الجهاز المناعي والوقاية من التلف التأكسودي للخلايا وهناك العديد من فوائد الجلوتاثيون للكبد ومنها يقلل تلف الخلايا الذي يحدث في مرض الكبد الدهني تكمن أهمية فوائده للكبد في قدرته على تقليل تلف الخلايا في مرض الكبد الدهني الكحولي وغير الكحولي حيث أن نقص مضادات الأكسدة بما في ذلك الجلوتاثيون يسبب تفاقم موض الخلايا في الكبد ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني وقد ثبت أن الجلوتاثيون يحسن من مستويات البروتين والأنزيم والبيلوروبين في الدم عند الأشخاص المصابين بمرض الكبد الدهني وأظهرت إحدى الدراسات أن الجلوتاثيون كان ذو فعالية كبيرة عندما تم أعطاؤه عن طريق الوريد بجرعات عالية للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد الدهنية حيث انخفضت لديهم مستويات مالون ألدهايد الذي هو علامة تدل على تلف الخلايا في الكبد كما بيّن الدراسة أخرى أن تناول الجلوتاثيون عن طريق الفم رافقه أثار إيجابية للذين يعانون من مرض الكبد الدهني غير الكحولي يساعد في التخلص من السموم إن الجلوتاثيون له قدرة على إزالة السموم فهو مسؤول عن الارتباط والاقترام بالكثير من السموم في الكبد حيث تشير الأبحاث إلى أن عملية الاقترام في الكبد تساعد فيها الأنزيمات بوجود الجلوتاثيون على زيادة قابلية المواد الغريبة كالأدوية للذوبان وبالتالي إخراجها بسهولة من خلال الكيلة وتعد عملية الاقتران بالباراستيمول الذي يمكن أن يسبب تلف الكبد عند تناوله بجرعات عالية جدا أحد الأمثلة على فوائد الجلوتاثيون الوقائية للكبد يحتوي الجلوتاثيون على العديد من الوظائف المهمة الأخرى ومنها يساعد الكبد والمرارة على التعامل مع الدهون يساعد في الوقاية من التهاب الكبد وأمراض الكبد الأخرى يساعد في علاج التهاب القلون التقارحي تتميز أمراض الأمعاء الالتهابية مثل التهاب القلون التقارحي بالإجهاد التأكسودي ويعتبر الجلوتاثيون أحد مضادات الأكسادة الرئيسية في الأنسجة المعزية المعاوية تشير البحوث المستندة إلى الحيوانات إلى أن مكاملات الجلوتاثيون قد تساعد في علاج التهاب القلون التقارحي وفي دراسة نشرت عام 2003 في مجال أمراض الجهاز الهضبي والكبد على سبيل المثال اكتشف العلماء أن مكاملات الجلوتاثيون حسنت بشكل ملحوظ الضرر الذي لحق بالقلون في الفئران المصابة بالتهاب القلون يحسن صحة القلب والأوعية الدموية ترتبط مصطبيات الجلوتاثيون الملخفضة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية ومما لا يثير الدهشة أن أمراض القلب تحدث في كثير من الأحيان بسبب التأكسد وهنا يعمل الجلوتاثيون على حماية الجسم من هذا التأكسد مما يحسن صحة القلب وفي الاختبارات التي أجيت على الفئران وجد مؤلف دراسة أجريات عام 2001 من المجلة الأمريكية لعلم وظائف الأعضاء أن مزيجاً من مكملات الجلوتاثيون والتدريب على ممارسة التمرين الرياضية يساعد في تعزيز قدرة مطادات الأكسدة والحماية من الأكسدة وتناقص وظائف القلب الناجم عن نقص تروية الدم أي استعادة دفق الدم إلى منطقة كانت تعاني من نقص في تدفق الدم في السابق ولاحظة دراسة أجريات عام 2002 وجود صلة بين زيادة مستويات الجلوتاثيون وتنقل في المصابين بمرض الشريان المحيطي وبعد خمس أيام حدث للمرضى للذين يتناولون الجلوتاثيون في الوريد تحسينات في القدرة على المشي والألم يعالج طيف التوحد عند الأطفال يبشر الجلوتاثيون بالخير في علاج اضطرابات طيف التوحد إذ تشير دراسة صغيرة نشرت في مجلة Medical Science Monitor في عام 2011 أنه تم تعيين 26 طفلا تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 13 يعانون من اضطراب طيف التوحد لمدة ثمانية أسابيع من العلاج مع الجلوتاثيون المكملات الغذائية أو جلوتاثيون عبر الجلد نوع من العلاج ينطوي على توصيل المكونات الفعالة من خلال الجلد وقد أظهرت النتائج أن مكملات الجلوتاثيون ساعدت في زيادة مستويات الجلوتاثيون لدى المشاركين إلى حد ما ويدعو مؤلف الدراسة إلى إجراء مزيد من البحوث حول استخدام مكملات الجلوتاثيون وإمكانية تحسين أعضاء اضطرابات طيف التوحد يقلل من الإجهاد التأكسودي يحدث الإجهاد التأكسودي عندما يكون هناك خلل بين إنتاج الجذور الحرية وقدرة الجسم على محاربتها وقد يكون ارتفاع مستويات الإجهاد التأكسودي كثيراً مقدمة للوقوع فريسة لأمراض متعددة ويشفن ذلك مرض السكري والسرطان والتهاب المفاصل الروماتويدي وهنا يساعد الجلوتاثيون في تجنب تأثير الإجهاد التأكسودي الذي قد يقلل بدوره المرض وقد أشار مقال نشرة في مجلة علوم وعلاج السرطان إلى أن النقص الاجلوتاثيون يؤدي إلى زيادة مستويات الإجهاد التأكسودي مما قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان كما ذكر أن مستويات الاجلوتاثيون المرتفعة رفعت مستويات مضادات الأكسودي والتقليل من الإجهاد التأكسودي في الخلايا السرطانية وبالتالي يمنع هذه الخلايا من التكاثر أو تحويل الخلايا الطبيعية إلى خلايا السرطانية قد يحسن الصدفية الصدفية هي مرض مناعي ذاتي طويل الأمد يتميز ببقع من الجلد غير الطبيعي وبقع الجلد هذه عادة ما تكون حمراء وجافة وتحك ومتقشرة توصل دلاسة صغيرة جهة عام 2013 إلى أن بروتين مصد اللبن الحيوي والذي تم إثبات دوره سابقاً في زيادة مستويات الاجلوتاثيون يمكن أن يحسن سريرياً المرضى المصابين بالصدفية حيث أعطي المشاركون في الدراسة 20 جراماً كمكمل ثموي يومياً لمدة ثلاثة أشهر وذكر الباحثون أن هناك حاجة إلى المزيد من الدراسة يحسن مقاومة الإنسولين لدى الأفراد الأكبر سناً مع تقدم الناس في العمر فأنهم ينتجون الاجلوتاثيون بشكل أقل واستخدم الباحثون في كليات بايلور للطب مجموعة من الدراسات الحيوانية والبشرية لاستكشاف دور الاجلوتاثيون في إدارة الوزن ومقاومة الإنسولين لدى كبار السن من الأفراد وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن مستويات الاجلوتاثيون المنخفضة كانت مؤطبطة بالتقليل حرق الدهون وارتفاع معدلات تخزين الدهون في الجسم أما الأشخاص الأكبر سناً فقد قاموا بإضافة أسستين وليكليكين إلى وجباتهم الغذائية لزيادة مستويات الاجلوتاثيون والتي ارتفعت خلال أسبوعين مما أدى إلى تحسين مقاومة الإنسولين وحرق الدهون يزيد من حركة الأشخاص الذين يعانون من مرض شريان المحيطي يحدث مرض شريان المحيطي عندما تسد الشريين المحيطية بالترسبة ويحدث ذلك بشكل شائع في السقين وذكرت أحد الدراسات أن الاجلوتاثيون حسن الدورة الدموية مما زاد من قدرة المشاركين في الدراسة على المشي بدون ألم لمسافات طويلة حيث أعطي المشاركون الذين تلقوا الاجلوتاثيون بدلا من الدواء الوهمي محلول ملحي ودفعات في الوريد مرتين يوميا لمدة خمسة أيام تحسين صحة الجلد ومحاربة الشيخوخة منافع هذه المادة متعددة من ناحية محاربة الشيخوخة لكن الأهم هو دورها في تفتيح لون البشرة ومعالجة التصبغات وجود الاجلوتاثيون في الجسم هو كفير بالحفاظ على مستويات فيتامين سي، فيتامين إي، وبالتالي يتم تعزيز الكولاجين في البشرة مما يجعلها بيضاء اللون مشرقة ونظرة كيف يتم تعزيز مادة الاجلوتاثيون في الجسم؟ إن مادة الاجلوتاثيون موجودة في أجسامنا كلنا بنسبة معينة، ويتم تعزيز مستواها لطبيض البشرة بثلاث وسائل وهي المأكلات، حقاً الاجلوتاثيون أو المنتجات الغنية بها المأكلات التي تعزز إنتاج الاجلوتاثيون لطبيض البشرة السبانخ، البقدونس، والكزبرة، والبراكلي، والقرنميت، والقرع البصل، الثوم، التماطم، الملفوف، الكركم البطيخ، الخوخ، الجريفروت، البرتقال، والأفوكادو، والبطاطا حقن الاجلوتاثيون لتبيض البشرة حقن الاجلوتاثيون هي عبارة عن أبر تحتوي على هذه المادة يتم وخزها في الجلد هذه العمليات تعمل على إبطال أنزيم تايروسينيس في الجسم المسؤول عن تكوين الميلانين الذي يمنح البشرة لونا داكنا من هنا يفتح لونها ويتم معالجة التصبغات الداكنا حبوب الاجلوتاثيون تحتوي أيضا على الفيتامين سي وحمض الليبويك هذه التركيبة تساعد على منع تلف خلايا البشرة وطبيض الجل كذلك محاربة علامات التقدم بالعمر فوائد أخرى يقلل من أعراض مرض باركنسون الوقاية من تقدم السرطان يساعد في عملية تصنيع الحمض النووي دعم وظيفة الجهاز المنعي يساهم في تكوين خلايا الحيوانات المنوية يقوم بمساعدة بعض الأنزيمات على القيام بوظائفها تجديد فيتامين إي وفيتامين سي يقوم بإخراج الزئبق من الدماغ يساعد في موت الخلايا المنتظم أو العملية التي تعرف باسم الموت الخلوي المبرمج أبوبتوسيس متى يأخذ الجلوتاتيون؟ عند تناول حبوب الجلوتاتيون ينصح بأخذها مع فيتامين سي لزيادة امتصاصه وللاستفادة القصوى منه يفضل تناولها مساء بعد آخر وجبة بساعتين ويمكن أخذها مرتين يوميا لمدة تتراوح بين ثلاث إلى ستة شهور أو وفقا لتعليمات الطبيب أضرار الجلوتاتيون ذكرنا أهم فوائد الجلوتاتيون للجسم ولكن هناك بعض الأضرار التي قد تحدث للجسم عند أخذها ومنها المغص، الانتفاخ، صعوبة في التنفس بسبب انقباض الشعب الهوائية ردود فعل تحسسية مثل طفح الجلدي ارتباط تناول الجلوتاتيون على المدى الطويل بانخفاض مستوى الزنك في الجسم ترجمة نانسي قنقر